الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا الدرس الثالث والرابع السؤال الاول فيه عندي بيقول هنا بيقول لك يعني اليوم بعض الناس بيستخدموا ايه علشان يصوروا المناطق الخطيرة في الافلام طبعا بيستخدموا حاجة اسمه طائرة بدون طيار الى كلمة درونس السؤال اللي بعده بيقول لي اخويا دايما بيخبي ايه مني انا مقدرش تفرج على التلفزيون كلمة هايد دي يا شباب معناها يخبئ هو بيخبي مني ريموت ايه اسمها ريموت كنترول السؤال اللي بعده you should wear the clothes that are not for your age هنا اخلي بالك يجب عليك انك تلبس ملابس عايز يقولك اللي بتكون مناسبة لعمرك كلمة مناسب اللي هي كلمة suitable كلمة يا شباب معناها مناسب السؤال اللي بعده بيقول لي i decided to join the not انا قررت ان انا انضم الى ايه project to help the environment الى مشروع ايه اللي بيساعد البيئة عايز اقول لك مشروع الحفاظ على البيئة بيكون اسمه conservation project السؤال اللي بعده بيقول هنا must boys معظم الاولاد want to not in the football school team انا بيقول لك معظم الاولاد عايزين ان هما ينضموا او يشتركوا في فريق كرة القدم في المدرسة اسمها take part سؤال اللي بعده بيقول plastic never not and stays in the environment forever هنا بيقول لك يا ان البلاستيك ما بيحصلوش ايه وبيفضل قاعد في البيئة للابد طبعا يبقى هو شباب ما بيتحلل شي يتحلل الى كلمة the case السؤال اللي بعده بقول لي when my father travels abroad لما والدي بيسفر الخارج he usually takes his not to put his things in بيقول لك انا لما والدي يسافر الى الخارج هو عادة بياخد معي يضع فيها الاشياء بتاعته طبعا بياخد حقيبة كلمة حقيبة او شنطة ليسود كائس حقيبة صفر السؤال اللي بعده he likes to write everything that happened to him everyday on his a يعني هو بيحب دايما يكتب كل الاحداث اللي بتحصلو كل يوم في ايه طبعا فيه يوميات او مؤلفات واللي هي الدياري السؤال اللي بعده i have many problems not my car so i talk it عشان كنا لاخدتها to the mechanic للميكانيكي بقى انا طبعا عندي مشكلات مع السيارة بتاعتي اللي اسمها طبعا with my car السؤال اللي بعده there is enough time عندنا وقت كافي to not the train عايز اقول لك ما تقلاشي في وقت كافي اننا نلحق القطار يلحق اللي يكن تكاتش السؤال اللي بعده i asked my best friend to not me his pencil عايز اقول لك انا انا طلبت من صديقي انه يسلفني يسلفني الالم الرصاص بتاعه السؤال اللي بعده is a person who does things without any money كلمة without معلها بدون يعني بقول لك يعني الشخص اللي بيعمل بدون اي مال باخدش فلوس ده اسمه volunteer اللي هو المتطوع السؤال اللي بعده بقولي i like to go not to see coral reefs اللي هي الشعاب المرجنية انا حابب ان انا امارس رياضة ايه علشان اشوف الشعاب المرجنية اسمها الضائف الغوص السؤال اللي بعده ما كان فيه الكثير من الاشجار طبعا الاشجار الكتير دي بنشوفها في الغابة كلمة الغابة اللي هي forest السؤال اللي بعده when do you not school خلي بالك انا عايز اقول لك when do you عايز اقول لك تغادر المدرسة اسمها leave for يبقى هنا اقول له do you leave for school الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض جزء السئلة الخاص بالقواعد السؤال الاول عندي هنا بيقول i not a swan with my parents next weekend واضح نجلنا في زمن المستقبل في الوحدة هنا شباب بيعلمنا ان انا نقدر نعبر عن المستقبل باستخدام زمن المدارع المستمر طيب امتى في حالة الاعداد والترتيب والتجهيز مدارع مستمر ابص على الفعل i بيجي معها am والفعل مضاف له ing بتبقى i am going to السؤال اللي بعده what not tomorrow evening نفس الكلام برضو عايز انا مدارع مستمر طيب في حالة السؤال بابدأ بالفعل المساعد اللي هو am او is او are وبعدها الفعل بعد الفعل مضاف له ing بص معها كده الوحيدة اللي تنفع هي are you doing السؤال اللي بعده بقول له i not home after this lesson برضو نفس الكلام انا عايز اتكلم عن المدارع المستمر بعبر بالمدارع مستمر مدارع مستمر i بيجي معها am والفعل مضاف له ing طيب كلمة هم هنا ما بتاخدش تو قبلها هنا اقول له i am going سؤال اللي بعده كده نكمل مع بعض بيقول هنا he not me at two pm tomorrow اتفقنا نقدر نعبر عن المستقبل باستخدام زمن المدارع المستمر مدارع مستمر والصال الفعل هي مفرد عايز is meeting السؤال اللي بعده يقولي i not my cousins after work tomorrow هنا برضو عايز مدارع مستمر طالما عايز مدارع مستمر ابص على الفعل الفعل عندي i بيجي معها am والفعل مضاف له ing طيب am visiting السؤال اللي بعده بقول هنا he not two men on friday for business برضو نفس الكلام انا عايز هنا he بيجي معها is والفعل مضاف له ing يبا اقول له he is flying اتفقنا نقدر نعبر المستقبل باستخدام المدارع المستمر السؤال اللي بعده we not a party on friday night would you like to come طيب هنا برضو we ابص على الفعل الشباب الفعل هنا جمع اشوف بياخد am او is او are فعل جمع ياخد are والفعل مضاف له ing سؤال اللي بعده بيقول لي not anything on saturday evening we thought we might go to the cinema برضو نفس الكلام انا عايز هنا سؤال في المدارع المستمر بيستخدم am is و are كادات السبهام وبعد كده الفعل وبعدين فعل مضاف له ing فلا هينفع معي are you doing السؤال اللي بعده بيقول هنا hurry up we not on the ten train طيب هنا بيقول له اسرع يبا انا عايز we والفعل مضاف له ing we are والفعل مضاف له ing يبا هنا we are leaving السؤال اللي بعده بيكون عندي سؤال السؤال الاول بيقول one sunday at eight o'clock i not my friend واضح كده ان هم مرتبين للموضوع يبا هنا i am meeting عايز هنا مدارع مستمر لانا بعبر بالمدارع المستمر على الحالات المستبل فهنا اقول له i am وضف له ing السؤال اللي بعده بيقول هنا they not to london on friday برضو هنا they استخدم معها am ولا is لا استخدم معها are والفعل fly بحط له ing فهنا اقول له are flying السؤال اللي بعده بيقول هنا they not to new york tomorrow morning نفس الكلام برضو عايز مدارع مستمر بعبر بي عن المستقبل they بص على الفعل الفعل عندي جامعة يبا ياخد are والفعل اللي بين الاقواز ده لازم احط له ing قادم تقول لي am وزو are والفعل مضاف له ing يبا هنا driving السؤال اللي بعده dad can take you to school بعده يكبوا لي he not meeting at ward at 8.30 خلي بيارك برضو ان عندي هنا بستخدم مدارع مستمر مدارع مستمر بص على الفعل اللي هو he he be with is وبعد الفعل احط له ing اللي هو have بحط له ing السؤال اللي بعده ولي my pen friend صديقي المفضل او صديقي المرسلة is coming next week he not at the airport at two thirty on tuesday برضو هنا he is والفعل نضف له ing اللي هو arriving اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا exercise على الدرس الثالث والرابع بيبدأ معي به سؤال listen سؤال نص الاستماع طبعا السؤال ده عبارة عن قطعة صفيرة كده بتسمحها كويس جدا ومن خلال انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك يعني الاجابات اللي بتحلها في السؤال ده بتحلها كلها من خلال القطعة بتسمحها في الامتحان طيب الحل بشكل السريع دليل لان السؤال ده محلوب في اخر الكتاب نبدأ بقى في السؤال اللي بعده وهو سؤال الاختياري السؤال الاول بيقولي هنا some dangerous not cause pollution to the environment اللي بالك بيقولك بعض ايه الخطيرة تقدر تسبب تلوث للبيئة طبعا اللي بيسبب لي تلوث للبيئة الكيمويات الخطرة كلمة كيمويات اللي هي كلمة chemicals السؤال اللي بعده بقولي هنا when i smells لما اقتلك يزوب it turns into the not form هو بتحول للحالة الايه يا شباب للحالة السائلة يبقى كلمة السائلة اللي هي liquid السؤال اللي بعده دولي هنا نقاط that make us in خلي بالك عندي هنا الكائنات الحية الدقيقة هي عبارة عن كائنات حية دقيقة ممكن تسبب الامراض اللي هي بكتيريا السؤال اللي بعده we usually go to the laboratory and not listen طبعا نروح المعمل في حصة ايه في حصة الكيمياء اللي هي chemistry السؤال اللي بعده كده بيقولي not take the plastic out of the sea water without hurting sea life طبعا نستخدم ايه للموضو ده نستخدم حينها اسمها filters يابا هنا اختر كلمة filters السؤال اللي بعده كده بيقولي هنا she invented a not system for cleaning water and making it safe for drinking هي اخترعت عايز يقولك نظام صديق للبيئة بيحافظ على المية نظيفة وهي بيحافظ عليها يعني نظام صديق للبيئة اسم green system السؤال اللي بعده we work not a great project to help the environment ويقولك احنا بنعمل على مشروع project بيقى معه الرجر on السؤال اللي بعده mister kamal not an important meeting this evening انتفقنا يا شباب نستخدم مضورها مستمر عشان نعبر عن المستقبل يابا هنا mister kamal مفرد يبقى is having is والفعل نضاف له ing الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول this is my last day here I not back to England tomorrow برضو مستقبل محتاجي نعبر عليه بالمضارع المستمر ابص على الفعل الفعل عندي هو i i b معها am والفعل نضاف له ing فالاجابة عندي هتبقى am going السؤال اللي بعده بيقولي هنا on friday at eight o'clock I not my friend برضو نفس الكلام انا مجهز لحاجة فهحتاج مضارع مستمر i بيقى معها am والفعل نضاف له ing تبقى am meeting السؤال اللي بعده هو السؤال correct السؤال الاول عندي بيقولي we not a mass exam in two days خلي بالك we جامع بيقى معها r والفعل نضاف له ing المضارع مستمر زمن سهل ومهم r وحط الفعل ing اللي هو do السؤال اللي بعده يقولي هنا Martin and Lisa not go to the cinema at three tomorrow نفس الكلام برضو بس خلي بالك الفعل هنا جامع دول اثنين فعل جامع هي بستخدم معهم r والفعل بضاف له ing فهنا اقول له are going السؤال اللي بعده يقولي on monday they are not their grandparents برضو are او is او am بيقى ورم فعل بضاف له ing على طول اول نتلاقي r وراها not تحط الفعل ing فتقول له هنا visiting السؤال اللي بعده يقولي judy not tennis at eight this evening عايز هنا مضارع مستمر مضارع مستمر ربص على جودي الفاعل الفاعل مفرد مفرد الشبابي بحط is والفعل مضاف له ing هنا هستخدم is وplaying بحط له ing في طبق is playing وقواه مفرد الشبابي بحط نظام استمتعي